اشتركوا في القناة القياسية الأولى هي ما أفعل زائد المتعجب منه ما أفعل زائد المتعجب منه نحن نقول الصيغة نقول لكم ما أفعله تمام ما أفعله ولديكم مثال أمامكم كأن نقول ما أجمل الربيعة ما أجمل الربيعة ما أسوأ الطمع ما أعظم الأخلاق إذن هذا تعجب مستخدم صيغة ما أفعله طيب قبل ما ننتقل للصيغة الثانية بس خلونا نتعلم الإعراب يعني هاي الصيغة وقتجة ما أجمل الربيع لاحظوا بالنسبة لما أحفظوها عيني ما نكرة اللحظة أنا كاتبكم هون نكرة تعجبية بمعنى شيء عظيم مبنية على السكون في محرف المبتدأ أحفظوا ما قولوا هي نكرة تامة بمعنى شيء عظيم أو قولوا هي نكرة تامة بمعنى شيء يعني شو موقعهم الأعراب ما مبتدأ لاحظوا أجمل عربوها فعل تعجب يعني نحن بقولوا كمان فعل أماضي جاء للتعجب يعني إذن فعل ماض جامد لاحظوا عيني فعل ماض جامد جاء للتعجب طبعا مبني على الفتحة الظاهرة على آخره تمام إذن تقولوا أجمل فعل ماض جامد للتعجب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو طبعا عائد على ما ما أجمل هو عائد على ما الربيعة لاحظوا الربيعة دائما يعني المتعجب منه بصيغة ما أفعال إيش بعرب الربيعة المتعجب منه دائما يعرب مفعول به منصوب إذن المتعجب منه بصيغة ما أفعاله هلأ رح نشوف الصيغة الثانية إيش بعرب المتعجب منه إذن نحفظوها المتعجب منه في صيغة ما أفعاله دائما بيكون مفعول به منصوب وعلامة ونصبه هنا الفتحة الظاهرة على آخره طبعا بما أنه عربت ما مبتدأ فأين خبرها قال خبرها جملة أجمل الربيعة يعني هاي الجملة الفعلي يعني أجملة ومع الربيع يعني الفعل والفاعل اللي هو قلت الضمير هو إذن الفعل والفاعل والمفعول به هي جملة في محل رفع خبر لمين للمبتدأ هو إذن نحفظوها ما الصيغة الأولى منصيغة تعجب بيستخدم صيغة ما أفعاله ما أفعاله يعني عطوني جملة الربيع أقول ما أجمل الربيع تمام؟ عطوني ما أجمل الربيع قالوا لي جملة الربيع أقول لهم تعجبت منها ما أجمل الربيع عظمة الأخلاق فأقول ما أعظم الأخلاق إذن تعجبت باستخدام صيغة ما أفعاله تمام؟ إذن هاي باستخدام صيغة ما أفعاله الصيغة الثانية من صيغة تعجب هي صيغة أفعال أفعال أستاذ هل لك ما أجمل أجمل دائما عربها بهذا تماما نعم لحسب موقع من الجملة لا لا دائما هذا عراب ما أجمل ما دائما عربها نكرة تامة بمعنى شيء مبني على السكون في محرف عمور لا دائما الفعل التعجب تعربه فعل ماض جامد لإنشاء التعجب فعل ماض جامد لإنشاء التعجب مبني على الفتحة الظاهرة على آخره ما بتقوله فعل ماض مبني على الفتحة مبني تمام فعل ماض جامد لإنشاء التعجب مبني على الفتحة الظاهرة على آخره وقلنا المتعجب منه بيكون أي شعرابه مفعول به منصوب الصيغة الثانية هي أفعال به أفعال به يعني أفعال به أفعال به والمتعجب منه فنحن نقول لكم في الصيغة الأولى ما أفعله والصيغة الثانية أفعل به يلاحظوا وقت قول جمل الربيع إيش بالصير أجمل بالربيع إذن هذه الصيغة الثانية أجمل بالربيع طيب كمان أنا من الضروري أن أعرف أو أتعلم إعراب هذه الصيغة لاحظوا الآن أجمل كثير من الطلاب يفكر أنه أجمل فعل أمر وهذا خاطئ إذن لحظوا لأعراب أجمل دائما نقوله هو فعل ماض جاء على صيغة الأمر بعيد إذن أجمل فعل ماض جاء لاحظوا فعل ماض جاء على صيغة الأمر لإنشاء التعجب مبني على السكون الظاهر على آخره تمام مبني على السكون الظاهر على آخره بالربيع انتبهوا إلى بالربيع هون الباء حرف جرزائد ليست أصلية وإنما غدا نتعلم الحرف الجر الأصلية والزائدة والشبيهة بالزائدة إذا الباء تعربوا حرف جرزائد الربيع لاحظوا الربيع مكسورة هون الربيع اسم مجرور لفظان هيك تعربوا اسم مجرور لفظان رفوع محلا على أنه فاعل إذا مكرر يعني تقدير كلام أجمل الربيع فالباء حرف جرزائد الربيع اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل فلاحظوا اللي انتبع علينا بالصيغة الأولى وقت الأخير صيغة ما أفعل كان المتعجب منه عراب مفعول به أما في صيغة أفعل به المتعجب منه بيكونه فاعل بيكونه فاعل إذا هذا الفرق بين هاتون لاحظوا إذا أكرر المتعجب منه بصيغة ما أفعل بتكون متعجب منه عراب نافي مفعول به منصوب أما المتعجب منه بصيغة أفعل بتكون مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل إذن كم صيغة صار عنده للتعجب القياسة صيغتين يعني ياب استخدم ما أفعله أو أفعل به طيب هاي وقت اللي بيكون عندي الشروط اللي هلق رح نجي على ذكره بتكون متوافرة بالفعل تبعوا عيني يعني الفعل بكرة اللي بيضي يعطوكم بياب الامتحان عطوكم جملي انتوا بتنظروا لهاي جملي هل تحققت الشروط السبعة في هاي الجملي في هذا الفعل حتى أتعجب منه بالطريقة المباشرة انتبهوا عني الشروط الواجب توفرة في الفعل لصياغة التعجب أن يكون لاحظوا عني بدي يكون الفعل ثلاثة تمام الفعل بدي يكون ثلاثة ايش معنى ثلاثة يعني بدي يكون متلاتة حروف لاحظوا من ثلاث حروف اتنين بدي يكونوا متصرف احفظوا ضروري أن أحفظوا الشروط السبعة إذن بدي يكون الفعل ثلاثة مثل ثلاث حروف أثنين بدي يكون الفعل متصرف إيش معنى متصرف؟ يعني متصرف يعني مجامد متصرف يعني أستطيع أن أصوق منه فعل مضارع وأمر واسم فاعل واسم مفعول وما شابه تمام؟ يعني أنا لو عندي نعمة أو بئسة هاي أفعال جامدي أفعال جامدي يعني نعمة ما بقدر أن أخذ منه مضارع ولا أمر بئسة ما بقدر بأخذ منه فعل مضارع ولا أمر فهو فعل غير متصرف هو فعل جامد إذن السروط بدي يكونوا ثلاثة مثل التحروف هذا واحد ثانيا بدي يكونوا متصرف يعني ما بدي يكونوا جامد ثالثا يجب أن يكون فعلا تاما يعني ما بدي يكون من أفعال الناقصة ما بدي يكون من كانوا أخواتها ولا من كانوا أخواتها بدي يكون فعل تام وليس من أفعال الناقصة رابعا بدي يكون الفعل مثبت مثبت يعني مو مسبق بأدوات نفي يعني ما مسبق بلا وما ولن ولم وهيك بدي يكونه مثبت خامسا يجب أن يكون الفعل مبني للمعلوم ما معنى مبني المعلوم يعني ما مبني المجهول يعني ما بيكون مضموم أول ومكسور قبل آخر بالماضي ولا مضموم أول ومفتوح ما قبل آخر في المضارع إذن ما يقصد بالفعل المبني المعلوم يعني ليس مبنيا للمجهول سالسا تبعيني وهذا مهم جدا ليس الوصف منه على أفعل مؤنث فعلاء يعني أنا أقول لكم أن الصفة منه يجب أن لا تأتي على وزن أفعل يعني بكرة الفعل اللي بيعطوكم نياض ننظر إليه إذا كانت الصفة منه على وزن أفعل ومؤنث فعلاء هذا ما بتعجب منه بالطريقة المباشرة يعني أنا عندي عظمة عظمة إيش الصفة منه عظمة عظيم تمام ما وزن أفعل أما لو قلت خضراء خضراء الزرع لاحظوا خضراء إيش الصفة من خضراء أخضر إذن وزن أفعل مؤنثها فعلاء خضراء إذن هذا غلط يعني كثير بالعامية أنا بقول ما أخضر الزرع وهذا خطأ فادح تمام إذن لا يجوز أن أتعجب منه بالطريقة المباشرة سابعا الفعل يجب أن يكون قابل للتفاوت تمام يعني إيش معنا قابل للتفاوت يعني قابل للرجحان يعني جميل أجمل عظيم أعظم صغير أصغر تمام بديع أبدأ إلى آخر أما بالنسبة للفعل إذا لم يكن قابل للتفاوت فلا يجوز التعجب منه يعني أنا عند الفعل مات مثلا أو هلك يعني بصير أنا أقول فلان أموت من فلان أموت لا جميل أجمل لكن مات أموت لا يجوز إذن مات وهلك وفنية هاي لا زيادة لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان يعني هذا غير قابل للتفاوت إذن أعزائي الطلاب ضروري جدا أن أحفظ الشروط السبعة للتعجب بالطريقة المباشرة رح نعيدها على عجالة يعني قبل ما نعيدها هلأ قرأ جاين على تذكرة يعني أنا الآن عندي مثلا قلت عظمى لحظه عظمى الأمر تمام عطاني جملة عظمى الأمر وقل تعجب منه طيب بجأ لعظمى بشوف الشروط السبعة ثلاثة نعم عظمى ثلاثة متصرف نعم متصرف هل عظمى فعل تام نعم فعل تام عظمى هل هي فعل مثبت نعم مثبت عظمى هل هي مبنية المعلوم نعم مبنية المعلوم عظمى هل الصفة منه على وزن أفعال لا عظمى عظيم هل الفعل قابل للتفاوت نعم عظمى أعظم فحقق هذا الفعل الشروط السبعة فتعجب منه بالطريقة المباشرة نغرب قول ما أعظمى تمام ما أعظم الأمر هاي بالصيغة ما أفعلها والصيغة الثانية أعظم بالأمر تمام طيب لو قلت الآن كبر الهم كبرة ثلاثة ومتصرف وتام ومثبت ومبدل المعلوم وصفة منه ليست على وزن أفعال وقابل للتفاوت فهذا بتعجب منه بالطريقة المباشرة وأقول ما أكبر الهمة وأكبر بالهمة إذا حققت في شروط السبعة مجرد حققت شروط السبعة أتعجب منه بالطريقة المباشرة إذن لابد أن نتذكر الشروط طيب الآن سؤال إذا فقد الفعل شرط من الشروط السابقة نحن قلنا حتى تعجب منه بالطريقة المباشرة يجب أن تتحقق الشروط السبعة فيه طيب سؤال الآن بكرة بالامتحان رح يعطوني فعل ممكن ما يكون محقق للشروط السبعة يعني في حال خالف شرط يا ترى أنا بقدر أتعجب منه طيب خلونا نتفق أولا الفعل الجامد يعني الفعل الجامد هذا الغير متصرف أو غير قابل للتفاوت هذا لا يمكن التعجب منه مطلقا يعني لا يمكن التفاوض معه لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة إذا انتهينا إذا الفعل الجامد الغير متصرف طبعا والغير قابل للتفاوت يعني مثل ماتة وهلكة وفنية هذا غير قابل للتفاوت والجامد مثل نعمة مثل بئسة مثل عسى مثل ليسة هاي أفعال جامدي هاي إذا نحن اتفقنا الجامد وغير قابل للتفاوت لا يمكن التعجب منها بتاتا طيب كم شرط عندي ضل راحوا اثنين ضلوا خمسي تموها ضلوا خمسي طيب الخمسي هدول في حال الفعل خالف واحم الشروط الخمسي المتبقية سؤالي الآن هل نستطيع أن أتعجب منه بكرة بالامتحان قال الجواب نعم أستطيع أن أتعجب منه لكن بطريقة راح نسميها اليوم طريقة غير مباشرة كيف يعني لاحظوا الآن إذا خلونا نقسمها لقسمين مو عندنا خمس شروط طيب خمس شروط خلونا نقسم ثلاثة لحال واثنين لحال طيب هلق الفعل إذا ما كان ثلاثة الفعل ما كان ثلاثة الفعل كان ناقص ما إجا تام الفعل صفة منه على وزن أفعال هدول ثلاث شروط إذا إجا الفعل مخالف واحم منهم يعني ما إجا ثلاثة ما إجا تام إجا صفة منه على وزن أفعال قال لاحظوا الآن دققوا معي في على المؤشر هنا لاحظوا الفعل انتصر طيب انتصر طيب هذا مشكلة الفعل انتصر عم نشوف انه هاد الفعل يعني فوق ثلاثة صح انتصر فوق ثلاثة إذا خلف اول شرط ما ايجا ثلاثة طيب انا بسير قول ما انتصر ما تزبط معي أو انتصر بي كمان ما رح تزبط معي طيب انا كيف innovations طيب انا كيف انت تعجب من هذا الفعل اذا خلف هذا شرط قال لاحظوا انتموا عيني طريقة غير مباشرة اللي رح نتفاوض عليها إنه نحن بنجيب فعل مساعد بنجيب فعل تعجب من عندكم جيبوا فعل تعجب من عندكم تنطبق عليه الشروط يعني ما أفعله وأفعل به نحن دائما بناخد ما أعظم وما أرواع وما أجمل تمام فاخدوا الفعل تعجب جيبوا فعل تعجب من عندكم جاهز هاي الخطوة الأولى الخطوة الثانية انتبهوا عيني انتبهوا ودقيقوا معي بالنسبة لأنتصرها وقت بدي أخذ الخطوة الثانية في عندي انتصر قال إما أستخدم المصدر الصريح أو المؤول هلأ ممكن الواحي يسأل يعني الصريح أو المؤول انتبهوا عيني الصريح يعني هي الأوزان المصادر العادي يعني ايش وزن كتبا كتابة ضربا ضربا حفظا حفظا قراءة تمام ركضا ركضا انتصرا انتصارا فهذا ايش بنسمي انتصرا انتصارا إذا هذا بنسميه مصدر صريح طيب المصدر المؤول لك ايش تبهوا عيني وهاي مهم جدا يعني المصدر المؤول يعني باخد وهذا أسهل بتوقع بكرة خليكم انتو عطوا تاخدوا كبوا للمصدر الصريح تمام خلوا ناخد مصدر المؤول ممكن يكون أسهل انه للجميع يعني المصدر المؤول ان وفعل مضارع طبعا ما هو يعطيك فعل مضارع خود ان و الفعل المضارع تمام يعني اذا كان عندي فعل فوق الثلاثة تمام فوق الثلاثة او اجه ناقص مثلا تمام اذا اجه ناقص او اجه تصفة منه على وزفها جيبوا فعل تعجب من عنكن جيبوا اي فعل تعجب ما اجمل ما ارواع ما اعظم طبعا يكون مناسب بعدين بتجيبوا المصدر صريح يا المصدر الصريح يا المصدر مؤول تفقنا المصدر الصريح هو المصدر الاساسي يعني المصدر الثلاثة والرباعي والخماسة المصدر المؤول هو انه الفعل المضارع تمام ويكمل الجملة بيكون صار عندي السوب تعجب طيب لاحظوا بالنسبة لانتصر انتصر لاحظوا عيني ممكن انا اقول لاحظوا ما اعظم دققوا مع المؤشر ما حل مع ابقشر أنا ما اعظم مبين عليكم المؤشر مهيك طيب عيني لاحظوا هون ما اعظم ايوة ما اعظم ان ينتصر لاحظوا جيت للفعل المضارع اخدت له انه ينتصر هذا اسم مصدر مؤول ايش اسمه مصدر مؤول فجبت فعل تعجب من عندي هذا الفعل التعجب لاحظوا ما اعظم جبت فعل تعجب من عندي جيت للفعل انتصر اخدت المصدر مؤول انتفقنا نحن المصدر مؤول انه فعل مضارع فبقول ما أعظم أن ينتصر وبكمل الجملة ما أعظم أن ينتصر الحق تمام؟ ما أعظم أن ينتصر الحق طيب دقوا لي هون أن ينتصر ممكن أنا شيل أن ينتصر حق بدل أنتصار يعني المصدر صريح فبقول ما أعظم ما أعظم انتصار الحق شايفين؟ يعني أنا يا بخو مصدر صريح يا مؤول ما أعظم انتصار الحق أو ما أعظم أن ينتصر الحق أخذت مصدر صريح أو مصدر مؤول أنا ممكن أخذ مصدر مثلا المصدر أو عفوا أخذ صيغة ما أفعل ممكن أخذ صيغة أفعل بي نعم ممكن أخذ صيغة أفعل بي لاحظوا أقول أعظم أعظم بانتصار الحقي أو ممكن أقول أعظم بأن ينتصر الحق شايفين أعظم بأن ينتصر خط المصدر خط المصدر المؤول وممكن نقول أعظم بانتصاري الحقي يا مصدر صريح يا مؤول طيب نجي لكلمة زرقة لاحظوا عيني لزرقة يمكن مادة على الظاهرة ولا فيها مشكلة؟ لا لا صدر الظاهرة طيب عيني هلأ الزرقة لاحظوا الزرقة فيها مشكلة إنه الصفة منه على وزن أفعل صح لأن الزرقة الصفة منه أزرق ومؤنسه زرقة فعلة يعني خالف شرط ما بقول أنا ما أزرق البحر ولا بقول ما أزرق السماء فنحن انتفقنا إذا كان مخالف لشرط إيش بدي أعمل؟ بدي أجيب فعل تعجب من عند يجيب قلت ما أشد ما أروع ما أعظم ما أكثر فجبت هولي لحظه ما أشد تمام؟ ما أشده لحظه زرقة زرقة هي مصدر فقلت ما أشده لاحظه ما أشده زرقة ماء البحر تمام؟ وممكن يقول أنا ما أشده أن يزرقه أخذت المصدر المؤول شايفين؟ المصدر المؤول ما أشده أن يزرقه ماء البحر تمام؟ وإذا بدي أخذ صيغة ما أفعل به كمان بقول لاحظه أجمل بزرقة ماء البحر أجمل بأن يزرق ماء البحر فتلاحظه أنه أنا ممكن أخذ مصدر صريح أو مصدر مؤول طيب يا ترى الآن لاحظه في جيم إذا كان فعل منفي يعني ما أجا فعل تام عفوا ما أجا مثبت أو مبني للمجهول يعني ما أجا فعل مبني للمعلوم فكيف تعجب منه لحظه المثال باللون الأحمر يقال يقال هذا مضارع مبني المجهول لا يغش هذا مضارع لكنه منفي يعني مسبوق بأداة نفي طيب يقال بصير قول ما يقال الحق مثلا ما أقوال أو أقوال ما تزوط معين طيب لا يغش كمان ما بصير ما لا يغش كمان ما رح تزوط معين فنفس الطريقة عيني الطريقة أنه كمان بتروحه بتجيبه لفعل مساعد من عنكن لكن تنطبق عليه الشروط يعني ما أعظم ما أرواع ما أجمال ما أشد ما إلى آخره تمام لكن دققوا معيني بالمبني للمجهول والمنفي لا يجوز أخذ إلا المصدر المؤول يعني أنه فعل مضارع يعني هون ما بصير أخذ المصدر الصريح معاه فقط إيش المصدر المؤول يعني أن والفعل المضارع أن فعل مضارع لاحظوا يقال فلاحظوا قلت ما أجدر جبت فعل تعجبين عندي ما أجمل وجيت لا يقال وأخذت المصدر المؤول نحن اتفقنا أنه المصدر المؤول بجيب أن والفعل المضارع فصار عنكن ما أجدر ما أجمل أن يقال الحق تمام انتبهوا لا يقال لأنه صارت فنصوبي لأنه هون أن حرف ناص تمام ما أجمل أن يقال الحق وبصير تقولوا أجمل لاحظوا عني أجمل بأن يقال الحق تمام طيب لا يغش لاحظوا لا يغش كمان بيجيبوا فعل تعجب من عنكم قولوا ما أجمل وحطوا بتخلوا من في لابن بدي هون أن لا نتبهوا ما أجمل أن لا يغش الصديق صديقه ما أجمل جبت فعل تعجب من عندي وهون أخدت أن لا لحظة وبس نتبهول إلى أن لا وقت بتجي أن ما على بدغو من مع بعض صارت لفظة أن لا تمام يعني بدل ما خليهم مفصولات ما أجمل أن لا يغش الصديق وصديقه أن لا هاي من حالات الإدغام بدغو من مع بعض بصير ألا يعني ألا هي عبارة عن أن ولا تمام يلا عيني إذن جبت فعل تعجب من عندي قلت ما أجمل وأن لا خليت من في ما أجمل ألا يغش الصديق وصديقه يعني عم تلاحظوا هلأ شروط السبعة إذا خالف الشرط شرط أنه إجا جامد وغير قبل التفاوت اتفقنا ما بستطيع تعجب منه أبدا طيب إذا خالف الشرط أنه ما كان ثلاثة أو إجا ماقص أو إجا تصفى منه على وزف عد هلأ بتجيبه فعل تعجب من عنكم وبتاخده يا مصدر صريح يا مصدر مؤول وبتكمله جملي تمام أما إذا كان منفيا أو مبديا للمجهول فألجأ إلى إيش بفعل مساعد كمان بجيب فعل مساعد من عندي ما أعظم ما أروع ما أجمل لكن هنا فقط المصدر المؤول يعني أنول فعل المضارع وبكمل الجملة ولا تنسونا إشارة التعجب في آخر الجملة طيب خلونا نذكر الشروط السبعة للتعجب وما ننسها أبدا هي شروط الفعل الذي يتعجب منه مباشرة يجب أن يكون ثلاثيا تاما متصرفا مثبتا معلوما وقابلا للتفاوت أخيرا ليست الصفاء منه على وزن أفعل إذن هذه الشروط السبعة ضروري نحفظ للتعجب يعني بكرا أنا بجينا بالامتحان جملي بقول تعجب منها أول شغل بدي أطلع عليها على الفعل بشوف إذا محقق الشروط السبعة بتعجب منه بطريقة المباشرة يعني قالوا لي صغر الهم جيت على صغر لقيت حقق الشروط السبعة ثلاثة وتام متصرف ومثبت ومعلوما وقابل للتفاوت والصفة منه ليست على وزن فإذا بتعجب منه بطريقة المباشرة كيف يعني طريقة المباشرة عم بقول صغر الهم فبقول ما أصغر الهم مفعول به ما أصغر الهم أصغر بالهم فهيك تعجبت منه بالطريقة المباشرة طيب يأتوا بلك يعطوني فعل وخالف واحد من هذه الشروط أجهون يعطوني جملة قلة كرمت المدرسة المتفوّة كرمت طلعت عليها خالفت أول سرط أنه لم تأتي الفعل ثلاثيا فهي تعجبت منه بالطريقة الغير مباشرة صح؟ كيف الطريقة الغير مباشرة اتفقنا أنه تجيب فعل تعجب من عنده والثلاثة أنا قلت باخو يا صريح يا مؤول معه طيب ليش ما نتفق نحن وياكم ناخد المؤول مع الكل مؤول بناسب لحالات الخمسة المتبقي في عندي ثلاث حالات بناسبة صريح ومؤول وحالتين بناسبون بس المؤول طيب خلونا ناخل مؤول للكل ونرتاح من الشغل طيب كرمت المدرسة المتفوق طيب خالف أول شرط أنه جاء ثلاثية يليس كذلك ما اجه ثلاثية اجه فوق ثلاثية كرم ما بقول ما كرمت المدرسة ما تزمت معي فجيب فعال تعجب من عندي بقول ما أجمل ما أروع لاحظوا اتفقنا أنا اخر مصدر مؤول أن والفعل المضارع تكرب ما أجمل أن تكرم ويكمل ما أجمل أن تكرم المدرسة المتفوق تمام قالوا لي خضرة الزرع بيجي لك خضرة ثلاثة وتام ومتصرف ومثبت ومبني المعلوم وقابل التفاوث لكن خالف آخر شرط أنه صفة منه علا وإذا أفعل أخضر أفعل مؤنث الخضراء فعلا فخالف شرط مباشر قول ما أخضر الزرع لازم يفعل تعجب يقول ما أجمل وأن مع المضار مأول ما أجمل أن يخضر الزرع أجمل بأن يخضر الزرع ممكن تاخذ م Pear صريح أجمل باخضرار الزرع ما أجمل أن يخضر ما أجمل خضرار الزرع إذن هذه شروط السبعة يجب أن نتذكرها ونحفظها لأتعجب بالطريقة المباشرة